وقيدت الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مملكة البحرين وجمهورية فنلندا برئاسة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيلي وزارة الخارجية للشؤون السياسية وسعادة السيدة صوفي فروم إمرس بيرغر المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية جمهورية فنلندا وخلال الاجتماع شهد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالعلاقات البحرينية الفنلندية الوثيقة والمتميزة وما تشهده من تطور ونمى خلال أكثر من أربعة عقود في ظل حرص البلدين على توطيد أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ودعمها للجهود الدولية في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم من جانبها أكدت سعادة سيدة صوفي فروم عن اعتزاز بلادها بالتقدم المحرز في الشراكة السياسية والاقتصادية مع البحرين وتقديرها لما تتخذه من مبادرات في نشر ثقافة السلام والتسامح وتشجيع الحوار بين الدول والشعوب متمنية للمملكة دوام التقدم والاززهار